البشرة الجافة تضع نصيحة الجميع لأنه يطر على البشرة ويعجل خوخة البشرة من المساق نغسل الجهة بالغسول ملائم للنوعية البشرة نحاول أنبعده على جميع أنواع السابون سواء برائحة ولا بلا رائحة نستعمل غسول سواء البشرة الجافة أو البشرة الدهنية لحسب البشرة نحن كيف أشتيرها نقوم بعملية التقشير يعني جوش المرات في الأسبوع ولو تكون عنا بشرة جافة وحساسة يعني نستعملوا مقشر ملائم للبشرة بالنسبة يعني نستعملوا كريمات مرطبة كيفما قلت إلا كانت بشرة جافة را تكون غنية بالدهون وإلا كانت بشرة دهنية غير عندها مشاكل يعني كريمات مرطبة عادية اشتركوا في القناة